صباح الفل على حضراتكم صباح جميل ويوم جديد ان شاء الله مليان خير ومليان محبة بصبح عليكم باستمار معاكم في حلقة جديدة من صباح دريم كل يوم افكر حضراتكم بان كل يوم وكل ثانية بتعدي علينا هي بداية جديدة وفرصة جديدة كل يوم ممكن نسحى الصبح نقرر قرار جديد نغير بيه حياتنا كلها نختار الاحسن ننسى اللي فات نمسح الوهش كل يوم كمان افكركم بحاجة حلوة في حياتنا لو ركزنا فيها شوية الدنيا تبقى اسهل النهاردة فكر حضراتكم بالشهور المباركة والأيام المباركة اللي احنا فيها أيام فيها برقة كبيرة جدا جدا من ربنا فيها مخفرة وفيها ردوان وفيها حاجات حلوة قوي قوي ربنا بيوجدها على ظهر الارض وعلى سطح الارض فخليني وانا بتكلم مع حضراتكم افكركم ان احنا واحنا بنتكلم عن شهر رمضان بنقول اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بلغنا رمضان على الخير يا رب نقول ونرجع ان احنا بنجهز نفسنا اليومين دول شهر رمضان وان احنا محتاجين اهم حاجة تدخل رمضان وانت عندك سلام نفسي وانت عندك نقاء روحك نقية قلبك صافي مش متخاصم مع حد مش زعلان من حد من شايل في قلبك حاجة الانسان بيضمن الجنة انه ينام على فراشه وهو مفيش في قلبه مقدار زرة من زعل او حزن او حقد او كراهية على اي شخص حوالي تقولي فيه ناس بتقزيني فيه ناس بتزعلني فيه ناس بتضيقني الحياة مليانة الانسان خلق فيك بد لكن الفكرة ان انت تيجي بالليل تنام على سريرك تقرر من جواك ان انت متصالح مع الحياة كلها متسامح مع الحياة كلها لوجه الله تعالى وتبتغي من ده رضوان ربنا فلما توصل للمرحلة دي هتلاقي نفسك بتصحى تاني يوم قلبك مرتاح روحك هدية دماغك ما فيهاش مشاكل كتير وما فيهاش دوشة كتير مش شايل في قلبك حقد وغلة على حد مش حاسد على حد مش ناقم على حاجة تبدأ من هنا مرحلة من مراحل الرضا لما توصل للمرحلة دي هتلاقي نفسك بتستعد لشهر رمضان ان انت بدأت روحك تصفى اول مرحلة من مراحل التقرب لربنا نقاء الروح وصفاء النفس والسريرة ان انت تبدأ تحس ان كل حاجة في الحياة مسيارها ربنا وربنا اللي بيدبرها وربنا اللي بيبارك فيها فتجتهد وتعمل اللي عليك وتسيب الباقي على ربنا نبدأ ندخل على شهر رمضان واحنا بنتقرب الى الله كمان بالصيام لما حضرتك تصوم تصوموا تصحوا لما تصوم تبدأ تتعود على الصيام تبدأ ما تعتبرش الصيام بالنسبة لك موزعج عشان انت مش هتشرب سجاير وعشان انت هتبقى متعصف طول النهار ومحدش يكلمني بقى وسبوني انا مشربتش سجاير انا مشربتش القهوة بتاعتي انا مشربتش الشاي بتاعي جهز نفسك من دلوقتي الرمضان ابدأ صوم من دلوقتي على قد ما تقدر صوم على قد ما تقدر اغير في العادات السلبية بتاعتك عشان لما توصل لرمضان توصل رمضان وانت متعود على الصيام متعود على ان انت متشربش سجاير طول النهار متعود على ان انت كباية القهوة متشربهاش متعود على شوية حاجات كده تدخل رمضان وانت جاهز ان انت تستفيد من هذا الشهر العظيم ان انت يكون جواك وعندك القدرة والطاقة على ان انت تقرأ في المصحف في الوقت طويل على ان انت تعمل خير على ان انت تعمل عمل تطوعي كل الحاجات دي لو بدأنا من دلوقتي نشتغل عليها المفروض رمضان طول السنة طبعا لكن عشان نكون واقعيين ابدأ من دلوقتي صوم اوصل رحمك روح زور الناس اللي بقطعاك او الناس اللي ننسيك او الناس اللي ما بتكلمكش اتصل بالناس الحلوة اللي حواليك واخد سواب وابتغي من ده رضوان ربنا وان انت تكون كل اللي جواك يا رب انا بعمل الخير ده لوجهك سبحانك وتعالى لما تكلم ربنا بالطريقة دي ولما تعمل الحاجة الحلوة من دلوقتي تدخل رمضان وانت جاهز تستفيد من المغفرة ومن الرحمة ومن العتق من النار يا رب بلغنا رمضان يا رب ان شاء الله يكون عندنا القدرة على ان احنا نعمل كل اللي نقدر نعمله في هذا الشهر عشان احنا نخرج منه كسبنين خاب وخسر من بلغ رمضان او من ادرك رمضان ولم يخفر لا فيا رب ان شاء الله نخرج من رمضان واحنا ربنا غفرلينا كل نذنبنا واحنا ربنا منزل علينا رحماته وrasar رحماته ويا رب ان شاء الله رمضان يجمعنا كلنا على حاجة حلوة ويجمعنا كلنا على الخير وان شاء الله نوصى رمضان باذن الله واحنا نفوسنا حلوة وقلوبنا صفية بصبح عليكم وبنستمر معاكم في حلقة جديدة من صرف اشتركوا في القناة